السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم أعزائي الله بالصف السابع وصلنا إلى درس القراءة تحليلاً أدب الأمثال لدينا معنى المثل وسنتناول أيضاً أهمية المثل الاهتمام بالأمثال كيف كان ولدينا نماذج على الأمثال نبدأ بالأول معنى المثل ماذا نعني بالمثل؟ المثل هو قول موجز وتعبير فصيح يضرب تعليقاً على موقف في مناسبة معينة فيستحسنه الناس ويرددونه بعد ذلك في مواقف مشابهة إلى هنا هو تعريف المثل المثل هو قول موجز موجز بمعنى مختصر يا سابع إذن المثل هو قول مختصر وتعبير فصيح هذا التعبير واضح لا إبهام فيه يضرب تعليقاً على موقف إذن يضرب أي يقال يا ميس يقال تعليقاً على موقف في مناسبة معينة فيستحسنه الناس أن يرونه حسناً ويرددونه بعد ذلك في مواقف مشابهة ويرتبط المثل في العادة بقصة تفسره كل مثل له قصة غالباً كل مثل له قصة إذن في الفقر الأولى معنا المثل المثل مبتدى ما هو خبره؟ قول موجز إذن خبر وهذا مبتدى لدينا فعل مضارع مبني للمجهول يستحسنه مضارع مرفوع نرددون أيضاً نفس الشيء مواقف جمع تكسير نكتفي نذهب إلى أهمية المثل تنبع أهمية الأمثال إذن تخرج مصدر أهمية الأمثال ما هو أنها مرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها وثقافتها هي واحد إذن تأتي أهمية الأمثال من أن هذه الأمثال هي عبارة عن كأنها مرآة إذن شبه الأمثال بمرآة تعكس طبيعة الشعوب وثقافتها اثنان وتبرز مثلها العليا نكمل وتبرز مثلها العليا تبرز أي توضح أو تظهر قيام هذه الشعوب العليا نكمل اثنين تصف أحوال الناس الفكرية والاقتصادية والاجتماعية تصف أحوال الناس هذه الناس التي نتحدث عنها في هذا المثل من حيث الفكر والاقتصاد والاجتماع ثلاثة تختصر بكلمات قليلة قصص طويلة تشمل ميادين الحياة تختصر تفتزل بكلمات قليلة قصص طويلة تشمل أماكن الحياة كافة أو مناخ الحياة كافة نستخرج من هذه الفقرة أنا وإياكم ندينا أن من أخوات إن الهاء ضمير متصل مبني في محنصة اسم أن مرآة خبر أن مرفوع أحوال مفعول به الناس مضاف إلي كلمات جمع مؤنث فتختصر ماذا قصصاً إذا نفعود به منصوب طويلة نعت منصوب ميادين مفردها ميدان كلمات مفردها كلمة نذهب إلى الاهتمام بالأمثال فكيف اهتم العرب بالأمثال اهتم العرب بأمثالهم فبادروا إلى تدوينها إذن النتيجة أنهم دونوها بسبب اهتمامهم بهذه الأمثال وكثرت المؤلفات فيها مؤلفات مفردها مؤلف انتبه اللام مفتوحة لو كانت مؤلف أي صاحب التأريف الكاتب وأشهرها كتابة لدينا كتابين جمهرة الأمثال للعسكري ومجمع الأمثال للميداني بتكم تحفظوا جمهرة الأمثال للعسكري ومجمع الأمثال للميداني هذان مثلان عربيان سائران مع قصة كل منهما جاء لنا بمثلان عربيان سائران أي أنهما موجودان على لسان العرب مع قصة كل منهما نذهب إلى أول مثل يا سابع قطعت جهيزة قول كل خطيب هذا هو المثل المثل قطعت جهيزة قول كل خطيب نأتي الآن إلى قصة هذا المثل أصله أن قوما اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتيلا إذن أصل هذا أصله عائدة على المثل أصل هذا المثل أن قوما اجتمعوا يخطبون أي جاءوا بكبار القوم وابتدأوا بالخطبة فتريك صغير يا سابع ما الفرق بين الخطبة بضم الخاء والخطبة بكسر ألخ إذن جاءوا بكبار قومهم حتى يخطبون في صلح بين حيين إذن جاءوا بكبار القوم ليخطبوا ويصالحوا بين حيين الحي هو المكان السكني إذن بين حيين هذا عن الحيين ما بهما قتل أحدهما من الآخر قتيلا إذن هناك أحد قتل أحدا آخر آخرا فأصبح لدينا قاتل ومقتول ويسألون أن يرضى أهل القتل بأدية الدية هي ما يدفعه أهل القاتل للمقتول إذن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا يخطبون في الصلح كانوا يسألون أن يطلبون يسألون هنا يطلبون أن يرضى أهل القتل بالدية وهو مبلغ من المال يدفعه أهل القاتل للمقتول هذه أو هذا منسميه الدية ألغت فكرة الثأر التي كانت موجودة لدى العرب قديما والتي جاء رسولنا الحبيب ليقوم بإلغائها فأصبح لدينا الدية وهو مبلغ يدفعه أهل القاتل لأهل المقتول فبينما هم في ذلك وبينما هم في ذلك أي بينما هم يسألون في أن يرضى أهل القتل ويخاطبونهم جاءت امرأة يقال لها جهيزة اسمها جهيزة فقالت إن القاتل قد ضفر به بعض أولياء القتل فقتلوا جاءت وقالت كلمة فما هذه الكلمة قالت إن القاتل الذي قتل قد ضفر أي قد انتصر به أو قتله أو حصل عليه بعض أولياء القتل فقتلوا بعض أولياء أهل أصحاب القتل فقتلوه هل هناك في داع لأدية فقالوا عند ذلك إذن توقفوا عن الحديث عندما قالت جهيزة هذا القول إن القاتل قد قتل القاتل قتل فلما ندفع الدياء ولما نسأل ولما نخاطب فقالوا عند ذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب ويضرب في من يأتي برأي حاسم يقطع فيه الخلاف كان هناك اختلاف بالرأي كانوا يطلبون من أهل المقتول أن يأخذوا المال من أهل القاتل ويسألونهم أن يرضوا بذلك فجاءت جهيزة وجاءت برأي حاسم أو بقول حاسم حاسم قاطع حاسم سديد رأي سديد يقطع فيه الخلاف إذن يقطع فيه الخلاف إذن جاءت وقالت القاتل قتل فتوقف الخطيب عن الكلام وقالوا قطعت جهيزة قول كل خطيب فمثلا يا سابع متى نأتي بهذا المثل مثلا نفترض أن هناك خلاف بين الطالبين في الصف فجاءت المعلمة وقالت أنتم أخوة كانا يتجادلان فقالت لهما أنتم أخوة أو أنتم أخوين أعتذد وبهذه الكلمة التي قالتها المعلمة انتهى الجدال فنقول قطعت جهيزة قول كل خطيب هيك يا سادس خلصنا جزء الأول من حصتنا الآن إن شاء الله تحصل قادمة رح نشرح المثل الثاني ألقاكم بكل خير ترجمة نانسي قنقر